مرحبا بكم في درس جديد من دروس علوم حياة الأرض في المدرسة فالدرس نقترح عليكم نشوفو الانتقال الصبغي المتوازن وكذلك عواقبه ونقترح المحاور التالية في محور الأول غنشوفو النوع الأول من انتقال الصبغي اللي كانسميه انتقال بسيط ثم في المحور التالي غنشوفو نوع تالي من انتقال الصبغي المتوازن وانتقال الصبغي وفي المحور التالي غنشوفو الانتقال العكسي اللي هو تالت أنواع لانتقالات الصبغية المتوازنة وننهي بعواقب هذا الانتقال الصبغي المتوازن ما هي هذه العواقب نبدأ بالنوع الأول من الانتقال الصبغي المتوازن اللي هو الانتقال البسط وفي الانتقال البسيط نقترح الأشكال التالية سنبدأ بزوجين من الصبغيات الزوج رقم 14 والزوج رقم 21 جميع الصبغيات هي عادية متماثلة إلى غير ذلك الذي سيحدث في الانتقال البسيط وهو مدى مرور إحدى القطع من الصبغي الأول إلى الصبغي الثاني للزوج المختلف عنه وبالتالي تكون النتجة هي التالي الحصول على صبغي 14 عادي سبغي 14 الثاني هو غير عادي لأنه نقصه هالجزء فيمشى هالجزء مشى الصبغي 21 وبالتالي أصبح 21 غير عادي لأنه تزادت جزء من الصبغي 14 ثم الصبغي 21 المتبقي هو عادي الآن نوع الثاني من الانتقال الصبغي المتوازي الذي نسميه انتقال صبغي وبالتالي فالانتقال الصبغي سنقفل نقترح نفس الزوجين من الصبغيات اللي خدمنا بهم سابقا وهو الزوج 14 والزوج 21 ما الذي يحدث في هذا النوع من الانتقال الصبغي المتوازي لحظة هو انتقال صبغي بأكمله من زوج 21 لكي يرتبط بأحد الصبغيات 14 فنحصل على النتيجة التالية وهي صبغي 14 عادي لأنه مدخل في هذا العملية صبغي 21 عادي لأنه أيضا مدخل في هذا العملية وتم تكوين صبغي جديد وهو يمكن أن نسميه هاجين أو مركب الصبغي 14 21 الآن نوع الثالث بالانتقال الصبغي المتوازنة وهو ما نسميه الانتقال العكسي فالانتقال العكسي دائما نخدمه بنفس الزوجين الزوج 14 والزوج 21 عاديين الذي يحدث هو مدى وهو ما الذي حدث هنا هو تبادل للقطع الصبغية بين صبغيين لا ينتميان إلى نفس الزوج فنحصل على النتيجة التالية صبغي 14 عادي تخلش في العملية صبغي 14 غير عادي لأنه فقد قطعة منه وأخذ قطعة من صبغي آخر هنا في نقع لنا التبادل بين القطع الصبغية صبغي 21 غير عادي وصبغي 21 عادي من بعد ما شفنا أنماط أو أنواع الانتقالات الصبغي المتوازنة بما أن الدخيرة الوراثية للشخص الحامل لهذا الانتقال الصبغي المتوازن هي مكتملة لأنه لا يغيب أو لا يتم فقدان أي مورثة ولا يتم إضافة أي مورثة الذي حدث فقط وهو تبادل مواقع ديال الصبغيات أو انتقالات ديال أجزاء من الصبغيات إلى صبغيات أخرى إذن الدخيرة الوراثية مكتملة وبالتالي لا يشكل الانتقال الصبغي المتوازن وكنسميه متوازن لأنه ما عندناش فيه أي مشكل في الدخيرة الوراثية ليس هناك أي خطر صحي على الشخص الحامل لهذه الخريطة الصبغية كي بقاعدنا طبيعة الحال نطرح التساؤل لهو إذا ما كان شخص عنده ضرر صحي فأين يكمن إذن خطر هذا الانتقال الصبغي المتوازن وكننا اقترحه الخطات التالية سوف نأخذ أب عادي عادي بمعنى أنه ساليم وللاحظته عادي أيضا من حيث الأزواج الصبغية ما عندوش إشكال في الانتقال الصبغي ثم عندنا أب أيضا هو عادي بمعنى أنه ساليم خارجيا ولكنه غير عادي من حيث تموضع الصبغيات وهنا عندنا ماذا؟ انتقل الصبغي بأكمالية الصبغي الأسود لكي يرتبط بالصبغي الأزرق إذن هذا النوع للانتقال الصبغي المتوازن وماذا؟ هو انتقال صبغي لأن الصبغي بأكمله انتقل من موقعه إلى صبغي آخر ثم الآن نكمل بالنسبة لهذه الخططة فعند تكويل الأمشاج بطبيعة الحال الأب العادي سيبطينا أمشاج وهي عادية طبيعي طبيعة الحال نفترض بأن القسام الاختزالي تم بشكل عادي الآب الثاني لاحظوا ما الذي سيحدث لن يعطينا نمط واحد أو نمطي من الأمشاج لكن سوف يعطينا ست أنمط من الأمشاج وهذا أنمط الأمشاج هي مختلفة النمط الأول، النمط الثاني، النمط الثالث، الرابع، الخامس، والسادس هذه الطبيعة الحال سيؤثر على النتيجة للإخصاب التي نطلب منكم أنكم تتبعوها وفي نفس الوقت كنت تفكروا في طبيعة البيضات فإذا لاحظتوا مدام عندنا الأب الثاني يعطينا ست أمشاج والأب الأول يعطينا مشيج واحد فهذا يدل على أننا سنحصل على ست نتائج مختلفة في الإخصاب ما هي النتائج التي حصلنا عليها وهي التالية في هذه الحالة التي لدينا هنا، الحالة الأولى حول جوج للصديب الثبغيات بالأسود وعندنا جوج للصديب الثبغيات بالأ seriousness إذا فهي حال عادية، وبالتالي الجو يكون الابن سيحدد سينغ الحال الثانية، إن لا تحتل جوج للصديب بالأregon موجودة جوج للصديب الثبغيات بالأ 선�しゃد موجودة أيضا ولكن في الطبيعة الحالة المنتreens كيف سيكون سليم أو غير سليم هذا الإبن سيكون سليم ولكن يشكو أيضا من انتقال سبغي متوازن فعله في حل أب دياله الحالة الثالثة وهي تلاتي الخيط السبغي للاحظت عدنا ثلاث سبغيات بالأزرق وسبغيين فقط بالأسود إذن زيد عدنا هذا السبغي اللي عدنا هنا بالموردات التي يحملها هو اللي يعطينا مرض تلاتي الخيط السبغي النتيجة الموالية اللي لاحظت هنا وقارنتها مع حالة الشخص السليم أو الإبن السليم التي نعتبرها مرجعية شنو نقص هنا؟ نقص صبغي بالأزرق اللي كان خاص يكون عدنا هنا وبالتالي فالمرض الذي سيشكو منه هو أحادي الخيط السبغي ثم الحالة الموالية والنتيجة الموالية وهي التالية شنو عندنا هنا؟ نلاحظت عدد سبغيات 3 سبغيات بالأسود بينما سبغيين بالأزرق إذن المرض الذي يشكو منه هو أيضا تلاتي الخيط السبغي الحالة الأخيرة والنتيجة الأخيرة وهي أحادي الخيط السبغي لماذا؟ لأن لحظتنا نقصنا واحد السبغي بالأسود وهذه هي عواقب الانتغاز السبغي وبالتالي إلا بغينا نجاوبه على السؤال لطرحنا هنا ديال أين يكمون خطر الانتغاز السبغي المتوازين ويكمون عند من؟ الأبناء نتمنى أن تكون هذا الفيديو فاتكم ونلتقي في فيديو مقبلة شكرا